تمام؟ جاهز بخالد؟ جاهز جاهز بدون ورق واليوم معانا الاستاذ الكاتب مظفر عبدالله راشد بخالد صباحك الله بالخير الله بالخير والكرامة حلو الله حيصل أول شيء مبروك فوزك بجازة الدولة التشجيعية أي بارك فيك حبيبي احنا شفنا الخبر يعني فانقعت اسأل منيرا يعني شون هالكتاب ما ندري عنه ما شون هالكتاب ما ندري عنه فقمنا نقرأ بالكتاب يعني منيرا ما شاء الله عليها خلصت الكتاب أنا بحكم يعني هم ماكو عذر صراحة عندي انشغالات بسيطة وقعت أقرأ كثير ما أقدر فعندنا تساؤلات وأسئلة صراحة الكتاب لفت نظرنا من أكثر من جانب شكرا في البداية ودي أسألك أبو خالد ليش اخترت بيت الكويت في القاهرة وهذا عنوان الكتاب ليش اخترنا هالبيت لان انا شفت لك مقال في تقريباً عام 2018 تتكلم منا احنا مقال ثقافي عن التوثيق ورح عندش فيه موضوع التوثيق انت قاعد تقول ان احنا عندنا قصص وايد وعندنا امور وايد في التاريخ نقدر ننرخها بطريقة ما سواء عن طريقة كتاب او مسلسل او غيرها بس انت اخترت بيت الكويت ليش اخترت بيت الكويت شلي شدك فيه اي نعم هو اخوي فيصل في عدة اسباب يعني اكثر من سبب خلوني اني ادخل هذا الموضوع ويعلى قولتهم نتبحر فيه باللي نقدر عليه يعني اولاً الموضوع هذا ما لا مرجع يعني مستقل في المكتبة الكويتية ماكو كتاب عن البيت الكويت في الغاهرة تمام فقلنا يعني هذه محاولة متواضعة مني ككاتب صحفي ايضاً ومثقف اني يعني الملم قصة هذا البيت في كتاب ونضعه امام الجمهور انه يستفيد منه بتفاصيل وكذا الشغلة الثانية انا على المستوى الشخصي يعني مولع بالماضي الكويتي عجيب يعني كل ما يتعلق في قصص النجاح ويعني ظروف حياة الكويتين بالسابق هذه تشكل عندي انا على قولتهم نوع من الذاكرة اللطيفة يعني في انسجام بيني وبينها الثالث اعجابي بشخصية الاستاذ المفكر عبد العزيز عسين كنا رجل دولة وطبعا يعني كان له دور كبير في موضوع التعليم مع مجموعة من الشخصيات طبعا في ذاك الوقت فبعتقد ان هذا الشخص يعني اسس لي كثير من الامور المتعلقة في التعليم الامور المتعلقة في الادارة الحكومية ادارة الدولة ادارة المشهد الثقافي في مواضع مختلفة يمكن رح من خلال الحديث تطرق لها يعني مع المجموعة اللي كانت معا اللي انا ذكرتها طبعا كاسماء في الكتاب و رح تطرق لها يعني الحديث الحين انت عشان المستمع بس يعرف شنو بيت الكويت اللي كان في القاهرة بس بشكل سريع بس بشكل سريع علشان المنين ينضيش في الموضوع ما يضيع معانا المستمع يكون عارف شنو بيت الكويت شنو بيت الكويت شنو بيت الكويت خوش سؤال وهذا السؤال مفروض ينطرح من اول سؤال هذا هو عدل مفروض اي و بالضبط بيت الكويت في مصر صحيح هذا الاول اللي كان بالزمالك اي نعم بالضبط هذه طبعا الصورة ماخوذة من مجلة البعتة مجلة البعتة اللي كانت تصدر عن بيت الكويت سنعود على السؤال اي انا من خلال اجاباتي على سؤال اخوي فيصل رح اضطر اني اسوي اسقاطات على المشهد الحالي يعني تمام تقول لي ليش سووا بيت الكويت وشنو هو بيت الكويت كان عبارة عن مكان تم التفكير فيه من قبل ادارة المعارف وفي ذاك الوقت تحديدا بين استاد عبدالعزيز حسين والشيخ عبدالله الجابر كون عبدالله الجابر هو رئيس المعارف في ذاك الوقت شنو ادارة المعارف المعارف هي كأنها اليوم تقول وزارة التربية طبعا بس اننا طبعا بتكلم في الخمسة واربعين معناتها دولة مو مستقلة فما في وزارات فانت عندك عبارة عن دوائر ويعني ادارات ادارات بسيطة جدا يعني في حدود امكانيات شنو كان هدفها يعني انها تأسس تعليم يعني هدفها هو تنظيم التعليم يعني ادارة البعثات الخارجية وادارة التعليم داخل استقضاء بمدرسين من الخارج معالجة كافة شؤون التعليم فكان هذي يسمون ادارة المعارف وقتها كان بس كان في المباركية كمدرسة والأحمدية المباركية لا طبعا المباركية هي اول مدرسة عدد بسيط من المدارس في المدارس طبعا في منتصف الثلاثينات كان عندنا اعتقد فيه كان في مدرستين للطلبة وبالسبع وثلاثين صارت هي مدرسة للبنات تسمونها مدرسة داخلية أو شيء من هذا القبيل هذا البيت تم تأسيسه لرعاية شؤون الطلبة المبتعثين إلى جمهورية مصر العربية طبعا في ذاك الوقت موايد كميرا ايه ايه الطلبة انا شفت الجدولة الطلبة ايه 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 مع الوقت طبعا مع الوقت زادوا يعني وصلوا إلى يعني من سبعين إلى ثمانين إلى مية وكذا يعني احنا طبعا كمجتمع عددنا قليل لما يروح عدد مثل هذا نعتقد انه هو رائد صحيح صحيح ويعني الحمد لله احنا ككويتيين انا ما احب اقول حكومة وشعب لا مو شذي احنا ككويتيين نحب بعضنا البعض ونحب لما يصير في أي واحد منا ظرف معين سواء كان ظرف سيء أو ظرف ابتعاث أو كذا يعني ندير بالنا على بعضنا البعض فكان يعني هذا جزء من اهتمام الكويتيين في بعضهم البعض عجب تم اختيار الموقع شراء بيت في القاهرة لرعاية شؤون المفتعثين هناك وهذا صار سنة 1945 45 45 معناتها ماكو دولة مستقلة صح الليل حين ما قلبنا محاصيل النفط بيتنا كاملة صح عدد المتعلمين والخبرة في التعليم في الكويت يكاد يكون معدوم امكانيات إدارية تكاد تكون معدومة فهي عملية تأسيس نقدر قريبا هي تأسيس بالضبط فلما تأسس هذا البيت في القاهرة في ذاك الوقت كان الهدف منه مثل هدف أي سكشن ثقافي في السفارات الكويت اليوم أن يديرون بالهم على شؤون الطلبة راتبهم وكذا ما عندهم مشاكل أمورهم طيبة كان ثلاثة جنيه راتبهم بظهر عدد وقتها ثلاثة جنيه وايد اي 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 بعدين صار عشرين و ثلاثين بظهر طيب كان هذا هو طبعا هذا هو الهومورك مالهم مثل ما نقول يعني هو إدارة شؤون الطلبة والمبتعثين في القاهرة طيب خلينا نسوي إسقاط الآن طبع في ظل الأوضاع الحالية لو كلفت أي قيادي وقلت له أنت مسؤوليتك تدير بالك على الطلبة في سكتلندن أو تدير بالك على الطلبة الدارسين في لندن وكذا راح يروح ويأدي الغرض ويأخذ راتبة ويأدي كما يجب راح يدير بالك على الطلبة فقط على ظروفهم العلمية مع جامعاتهم الأمور القانونية مع جامعاتهم وكذا واحد يحول مدري كذا يعني الأمور هذه اللي صار في بيت الكويت تجاوز هذا بكثير جدا عجيب يعني الجماعة الأستاذ عبد العزيز الحسين حمد الرجيب عبدالله زكريا الأنصاري أحمد مشاري العدواني ما وقفوا أمام المهمات الإدارية اللي أعطوها أو خذوها من إدارة المعارف أنت ذكرت الأربع الأسامي هذه هم وقفت عندهم في الكتاب إيه؟ أنت ذكرت أن هذه الأربع أسامي مهمين جدا مهمين؟ محوريين محوريين عبدالله زكريا الأنصاري أيضا مسك فترة المحاسبة وبعدين ترأس عبدالله زحسين بعدين صار سفير دولة الكويت في مصر؟ هذا بالتالي 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 فهذه الأربعة طبعا محوريين ورئيسيين في إدارة أنشطة بيت الكويت القاهرة بعدين سنتحدث عن ماذا سواء تمام فتجاوز الموضوع أكثر من مجرد نشاط تماما أنا اللي فهمت مادري إذا كانوا الطلبة ساكنين في البيت طبعا كان السكن داخل المبنى داخل المبنى نفسها فكان بيت الكويت وهو بيت سكن نفس الوقت إدارة وإدارة هذا يعني كان عبدالله زحسين مكتبة في البيت هذه كانت ميزة على فكرة ماذا حصل بعدين؟ هذا المكان أخوي فيصل تحول إلى مركز إشعاع ثقافي بمعنى الكلمة وأنا مسؤول عن المصطلح هذا مركز إشعاع ثقافي للكويت في أهم عاصمة عربية في ذاك الوقت وإن شاء الله لا تزال اللي هي القاهرة ماذا يفعلون هناك؟ لا أكتفوا في موضوع أن يرعون شؤون الطلبة اليومية أو الأكاديمية أو كذا عبدالعزيز الحسين والسادة أحمد رجيب وأحمد مشاري العدواني هذه الأدباء وشعراء فهذه النوعية من الناس لا تكتفي بالهومورك الإداري فتطلع خارج الصندوق حمد رجيب كان ماسك الشؤون أو كان طالب وقتها؟ حمد كان مبتعث كان مبتعث وكان يساهم في إدارة البيت أيضا وحمد رجيب على فكرة قبل أن يبتعد أصلا كان طالب ومدرس في الكويت عجيب في واحدة من مدارس البنين كان يدرس ويدرس كان يطلب منه لأنه يعرفون أنه عنده النشاط والنشاط والقدرة والحماس وقيمت في بيت الكويت في القاهرة خلال هذه السنوات من الخمسة وأربعين إلين طبعا انتهت المهمة مع الاستقلال في الاثنين وستين لم يعد شيء يسمى بيت الكويت في القاهرة وقيمت بشكل أسبوعي ندوات ثقافية يأتيها كبار الأدباء في مصر وكبار الشعراء في مصر أحمد الشوقي وغيره وغيره تقام في بيت الكويت أيضا مسرحيات يمثل فيها طلبة كويتيين بينهم محمد السنعوسي مثلا صح حمد الرجيب يمثل وقيمت أيضا أمسيات موسيقية في بيت الكويت كان الطلبة أيضا يحصلون بين فترة وفترة على رحلات سياحية يعني مواقع سياحية في مصر الأهرامات وغيره وغيره المعناطق المعروفة في مصر هذا مع الوقت يجعل المجتمع المصري يلتفت ما الذي يحدث في المكان هذا ومنه تابع هذا المكان لأنه في الـ 45 فيصل لا أعتقد أن تسمع شيء عن الكويت في مجتمع مصري صح أنت حتى ذكرت أن المصريين وقتها لم يكن منهم حتى يعرف الكويت لا يعرف بالضبط ولا يعرف هذا البلد وين بالضبط أو هذا المجتمع وين بالضبط بالضبط أي لأنه حتى لم يكن في تلفزيون القنوات كانت أقل بالضبط أي فلما أنت أتي تقعد في حاضنة مثل القاهرة القاهرة معناتها في صحف في مسرح في سينما في أدباء في فن في كل شيء كأنك تتكلم اليوم عن يعني هوليوود أي في ذاك الوقت أي كانت القاهرة بهذا الشكل صح فأكيد سأتيك الصحافة المصرية وتغطي وكذا كنا في أدباء مصريين أيونك في بيت القاهرة صح فأكيد هناك تغطية فقام ينكتب ما الذي يحدث في بيت الكويت فبهذه الطريقة وبفضل الجهود الشخصيات الأربعة وغيرهم طبعا هناك أشخاص ذكرناهم بشكل تفصيلي بالكتاب لكن التيم الإداري كله في بيت الكويت القاهرة كان له الفضل في تعريف المجتمع المصري والمجتمع العربي لأنه ترى في فترات لاحقة كان في أدباء غير مصريين يزورون مصر ويوم بيت الكويت من المغرب صح قليت المغرب فكانوا يزورونه فهذه الأشخاص التي ذكرتهم كان لهم الفضل في تعريف المجتمع المصري والدول العربية بالمجتمع الكويتي الذي كان في ذلك الوقت مجتمع صحراويا فقيرا لا يملك مقومات إقامة الدولة لا كانت موجودة على طريق أن مقومات إقامة الدولة لا كانت موجودة أنت ذكرت الأربع أسماء المهدوا لنهضة التعليم في الكويت نعم ما نقصد أنه مهدوا لنهضة التعليم نهضة نادي المعلمين الذي أنشئ في 1950 هو يعتبر أول نادي لا قانون أساسي في قانون داخلي هؤلاء كانوا من المؤسسين الأساسيين له عندما نتحدث عن نادي المعلمين تحدث عن مجتمع مدني أنجي أوز ساهموا فيه عبد العزيز حسين كان لدور كبير في إنشاء رياض الأطفال تحسين رواتب الموظفين في المدارس الكويتية إدخال موضوع الوجبات الغذائية هذا صراعات ترى أول ليس سهل أنك تسوي وجبات أنك تطلب ميزانية عشان تسوي وجبات عدل هو كان وجهة نظره أن إذا سويت وجبات غذائية سيشجع الكثير من الأسر أن يدفعون بأطفالها مويون على الأقل الذي يحصلون أكل صح لأن في ذاك الوقت الطفل الذي يبلغ عمره 12 سنة لا يريدون مدرسة ينشغلونها على الأطول صح يكدون من وراه لا يكملون الثانوية لا يكملون الثانوية من يتعلم القراءة والكتاب يشغلونها في دكان لا يكمل فهذه الوسائل التي استخدمها الأستاذ عبد العزيز حسين وهو مفكر ومشهود على مستوى حتى الوطن العربي استخدم هذه الوسائل لجذب الأهالي لألفت انتباههم أن يدخلون في موضوع التعليم من خلال إرسال أبنائهم للمدارس عجب هناك خطوة لاحقة من خلال أسئلتك هذه واحدة من استنتاجاتي عشان لا ننسى أقولها الآن؟ عن ماذا هي؟ أنا استنتجتها الآن من الكتاب هذا بين 1945 وهو سنة تأسيس بيت الكويت القاهرة مع الشخص والذي أنا ذكرتهم أو بعضهم هو الذي قاد سنة 1973 إلى إنشاء المجلس الوطن للثقافة والفنون تقول لي لماذا؟ لأقول لك الآتي لأن الذي صار رئيس المجلس الوطن للثقافة والفنون للأدام بال73 عبد العزيز حسين صح والذي يمسك أمين عام المجلس الوطن للثقافة والفنون أحمد مشار العدوان صح وأحمد وعبد العزيز رابع يعني هم أصدقاء دنيا مع بعض على طول يعني مع حمد رجيب طبعا لأن حمد رجيب طبعا أخذ مسار آخر في الوزارة وكذا والخارجية والخارجية والشؤون وبعدين طبعا اهتمامه في أمور الثقافة التي ستطرق لها أنا الآن أخذ أنت قلت من أسباب نجاح بيت الكويت في الكتاب حتى صورناها علشان أخذها حرفيا هي قصة نجاح حقيقية لأكثر من سبب أنا أخذ السبب الأول شدني صراحة أما الأول فكان لرغبة صادقة من المتنورين في المجتمع الكويتي رفض التخلف والجمود والعمل على الماضي في ركب الحضارة العالمية من خلال بوابة الثقافة والتعليم صحيح أنا أخذ الفقرة الأولى لرغبة صادقة من المتنورين في المجتمع الكويتي يعني شنقذنا أنه كان في رغبة صادقة؟ طبعا خلينا نكون صارحين في ذاك الوقت وقبله كان طبعا يعني المجتمع مجتمع بداي غير متطور يعني من ناحية علمية أتكلم يعني وبعدين طبعا تسود بعض الأفكار الدينية غير متنورة في ذاك الوقت كانت سائدة ويعني كان هذا هو الوضع يعني الإيمان في موضوع العلم وتعليم الأولاد والبنات هذا كان يعني جدا منخفض فأنت لما تطلع عندك بعض العناصر التي تخوض صراع داخل المجتمع في موضوع التعليم أتوقع بلايزرشيد كان جزء من جزء أساسي أساسي طبعا أشك في هذا يعني اللي حصل أنه في مجموعة من المتنورين يمكن أن نتكره ساميه وعبد العزيز الحسين أيضا الشيخ يوسف بن عيسى وغيرهم من الشخصيات كانوا يرون أن هذا المجتمع يجب أن يتغير لأسباب عديدة منها أو شيء أن هذا التخلف يجب أن نتخلى عنه ونغير وضاع المجتمع من وعين تفكارهم هذه بخالد؟ شوف حلو السؤال هذا جميل جدا نحن بوسط دول ثانية ما تقدمت ذا كل وقت صح ما معنى نحن يتنا الأفكار هذه وصار عندنا ثقافة مجتمعنا لازم نغير هذا ذكرته بطريقة غير مباشرة يمكن في أول فصل من الكتاب لما وصفت المجتمع الكويتي ما هو المجتمع الكويتي؟ هو موقع الجغرافي لأن الموقع الجغرافي والهجرات هذول هم نكهة الكويت اللي يحاول لبعض اليوم أن يقلل من قيمة هذه النكهة وأن يأخذنا إلى خط واحد يقول أن الكويتي هي لونها الكويت ألوان بلد ألوان وليست لون أو لونين والذي يقول غير هذا هذا لا يفهم طبيعة المجتمع الكويتي ولا يستوعب ما جاء في مواد الدستور اللي لخصت هذه الألوان كلها وضعتها في الدستور أنت ذكرتها بأعلى مكلمة طبعا أنت ذكرتها بمقال طبعا أخي فيصل في الدستور الكويت اليوم إذا قريته وضعت أمامك بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضعت الدستور على يمينك والإعلان على يسارك ستجد وأنا سويت فيها يمكن جدول مقارن ما لا يقل عن 21 إلى 22 مادة في دستورنا مأخوذة شبه نصا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فهذا طبعا نتكلم عن دستور دستور 62 صح ما هي من فراغ ترى بيت الكويت في القاهرة وتجربتها والأشخاص اللي يشتغلوا فيها هذول يسووا لبنة إلى الاستقلال يعني ساهموا في عملية الاستقلال البلد في الـ 62 من حيث لا نعلم وهذه وظيفة الباحثين والمحللين أن يرون ما هو المسار اللي كان قبل الاستقلال ويدرسون المحطات هذه محطة رئيسية أنك أنت تبتعد ناس وتيب طلبة خرجين جامعيين يفتهمون في تخصصاتهم أنت قاعد تقوي الدولة صح ومكنوهم وعطوهم مناصب يعني كانوا هم كفاءة ومكنوا الكفاءة طبعا وزارة الخارجية اثنين من اللي أنا ذكرتهم كانوا يحتلون مناصب علية وراقية في وزارة الخارجية وزارة الخارجية عندما أتكلم في ذاك الوقت معناتها عز الصراع مع عبد الكريم قاسم صح عز الصراع على موضوع أنه كيف ندخل جامعة الدول العربية صح وكيف نذهب لأمم المتحدة صح والبلوك اللي حط علينا التحاد السوبيتي والفيتو وكذا من اللي أدار هذا الصراع؟ هذه الشخصيات يعني وغيرها طبعا نعم نعم إن زين بخالد نحن نتكلم في موضوع التوثيق أي يعني أنت الآن وثقت بيت الكويت ما فكرة يعني أنت الآن وثقتها؟ حلو ما فكرة التوثيق؟ حتى أنت عندك ما هو الهدف؟ ما هو الهدف؟ حتى أنت عندك مقالة هنا أخرى تتكلم عنه اللي هو أنا سويت هايلايت نعم إذا هو التوثيق المرئي للأحداث عهد الصورة والأفلام والروايات المعدة لأرض السينما والتلفزيون والذي لوعت له عقولنا ما حفظنا من خلال ذاكرة الأيام في أدهان نجال متلاحقة تلاشى شغفها للقراءة بشكل خطير نحن نريد أن نقول الآن ما هو أهمية التوثيق؟ ما هو فكرة التوثيق؟ بن وجهة نظرك أبو خالد يعني لماذا نوثق؟ التوثيق هو عقلنا هو ذاكرتنا يعني إذا أنت ما وثقت كل تاريخك أو الأقل نقول المحطات الرئيسية والمشرقة فيه الأجيال ستستوعب هم عايشين أين؟ أخوي فيصل أنا ذاك اليوم كنت أتكلم مع الشاب يعني يمكن في الثلاثينات من أمرها من بين السؤال في الأراضية قلت له مثل المشهد أنا قاعد أتكلم مثل المشهد الذي رأيته فيه بس يا بحر نقول لي شنو بس يا بحر فيلم كويتي أنا لا أعرف أخوي بو خالد فأنا طبعا لا أقول صدم لا بس قاعد أقول قلط يصير عبدالعز حسين؟ لا أعرف أخوي طبعا أنا أسأل أمي يقول لها عبدالعز حسين ما تقول لها أحد لا يعرف عبدالعز حسين؟ هم راح تنصدمين إذا أعرفت أن أجيلي جزء كبير منه لا يعرف عبدالعز حسين؟ نرى أخوي فيصل أنا يعني خليني منها المنبر هذا إن شاء الله توصل الرسالة بعد ترى وزارة الإعلام بالخمسينات والستينات أصدرت كتب لا تقدر بثمن من ناحية قيمتها الأدبية موجودة يمكن في وزارة الإعلام كانت كل الكتب تطبع عليها مطبعة حكومة الكويت كتب رائع وثقت تاريخ الكويت وثقت زاوية ثقافية وتاريخية وسياسية هل التوثيق بذلك الوقت ساعد على نهضة الكويت في الخمسينيات وستينيات وسبعينيات؟ طبعا هو جزء من تراكم كله جزء من تراكم المشهد الثقافي بالخمسينات كان نضج خلاص طلعت مجلة العربي بس خلاص معناته أكو فيه أرشيف من النضج اللي خلى حكومة الكويت تؤمن بأن هذه المجلة مهمة حتى التعرف الكويت أيضا وتوري الناس في ذاك الوقت توري الدول العربية المتقدمة والتي هي متطورة واحنا قبل الاستقلال طلعنا مجلة العربي تشرت في جميع الدول العربية بلا منازع يعني كانت هي مجلة وهان مجلة العربي من المجلات المميزة من زاوية أنها مجلة غير مؤدلجة يعني ما تروج حق النظام السياسي اللي تطلع منه ما كانت شديد يعني تتكلم عن العرب بتلاقي فيها تحقيقات مثلا في قرى مغربية ولا مدينة مصرية ولا كذا ويقال التقوم عن عموم الناس يعني فأنت تقرأ عن ثقافة وعن أدب وكذا ما تقرأ عن النظام السياسي في الكويت صح فهذه ميزة بينما في ذاك الوقت في عز هذا الفور القومية معظم المطبوعات تطلع تمجد بالأنظمة السياسية في ذاك الوقت صح على طريق المجلة مجلة العربي فيه مجلة البحثة اللي طلعت من بيت الكويت ايه هذي آيينها ايه طبعا شنو فكرتي هذه قصة نجاح أخرى ايه رفاقه اللي احنا ذكرنا أساميهم لازم نسوي مجلة يعني شون عندنا مركز تغافي وما في بروشوري يطلع عنها شون قاعد نسوي وكذا المجلة يعني أول كانت تؤخذ بعين احتمال حين مجلة يعني من يقرأ مجلة وقتها شون كانت تعني المجلة هذه كانت انستجرام تقرأ هذه كانت انستجرام مثل الحين عندنا لأن في ذاك الوقت المجلة يعني واجهة ينطرونها هذه المجلة تمت تصدر إلى سنة 1955 وترأس تحريرها بالبداية عبدالعزيز حسين وبعدين لما سافر إلى بريطانيا لاستكمال دراسة الدكتوراه وترك بيت الكويت أخذت رئاسة تحرير عبدالله زكريا الانصاري صح أخوي فيصل من هذا المنبر أيضا من بدون ورق أقول حك الكويتي أن يقرأ أعداد هذه المجلة لأن فيها سجل الكويت يوم بيوم في ذاك الوقت الذي يحدث لأنها كانت تصدر شهرية صح فلما تصدر كل أخبار الكويت في ذاك الوقت الذي يحدث في المجلة توقع يقولها سأحييرك أشكر الدكتور عبدالله الغنيم رئيس مركز رحت لنا ما شاء الله عليه بالطبط البحوث الدراسة ما شاء الله من الأشخاص الموجودين اليوم عندنا طبعا أيضا هذا خلاني أني أخذ منها شهادة عن بيت الكويت من الدكتور مكتوبة منها يدعم فيها كتابي وأشكره حقيقة على الجهد الذي قاعد يوم فيه بالموضوع المركز كله وتحديدا في المجلة هذه لأنه أعاد طباعتها في مجلدات حلوة وملونة وموجودة وهي تبع بيمكن سعر غالي لكن قيمتها الثقافية والأدبية والسياسية عالية جدا لهذه سجل الكويت من 45 إلى 55 سجل الكويت حرفي كما يعنيه ستجد فيها مثلا فصول عن الرياضي يعني كان جاسم الكطام يرحمه محرر رياضي فيها يروح لها قيمة يوسف الحمد كان يكتف شؤون النفط مثلا الشغلة الثانية اللي لاحظتها أيضا لما كنت أتصفح لأن أنا استفدت فيها وائد من في كتاباتي بيت الكويت القاهرة كنت أسوي مثل علاقورة مسكان يعني كل شهر شنو كان عندهم فأكتب سووا مسرحية سووا مدري كذا استضافوا الأديب الفلاني وكذا سقف النقد السياسي عالي جدا فيها خلني أقول لك يعني يمكن أعلى من الحين أعلى من الحين طبط وأنا أعني هذه الكلمة واللي ما يصدقني يروح يرجع للأعداد ويشوف شنو كان يكتب بذلك الوقت وبأقلام كويتية حرة وصادقة ما فيها زلل ما فيها كلمة تخدش حياء ولا فيها كلمة فيها تقليل من شأن الناس لأنه كان الأمور ليس شخصية في ذلك الوقت الأمور كلها تتجه نحو تطوير البلاد وقيادتها إلى الاستقلال مع الشيخ عبد الله سالم كل الجو كان في هذا الاتجاه أن نصل إلى سنة 61 عشان نستقل ونسوي دستور ونقيم الدولة ونقول حق البريطانيين مشكورين كافيته ووفيته خلونا بروحنا الآن ندير أمورنا هذه المجلة مهمة جدا 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 أنا أتمنى اللي ما بي أقول كل كويتي لكن اللي مهتم يقرأ هذه المجلة راح أول شيء تتسله وثانيا تعرف شانه كان قاعد يصير في الخمسينات بتفاصيل جميلة جدا ومهمة جدا وبتعرف منه كان يفي بيت الكويت لأن أي شخص غير كويتي يدخل ببيت الكويت القاهرة ويعود الزيارة مرة ثانية مؤكد أنه كان هو معجب بالتجربة راح تلاقي أسماء لن تتخيلها الشيء الثالث وانا كنت أستغرب كيف كان عندهم الأمكانات الفنية في ذاك الوقت حجم الصور في المجلة كثير مثلا يعني لما كانوا يروحون مثلا جولة سياحية ولا تصبح عندهم ندوة ولا كذا في صور مو بس كلام فكانت ممتعة صراحة وهي مجلة للجميع الذي يحب الشعر سيجد شعر الذي يحب الرياضة فيها رياضة الذي يحب النافط فيها نفط الذي يحب السياسة الذي يمهتم بالتعليم الذي يمهتم بالدين كل شيء موجود منوع نحن نقطة البحث التي دعنا نصل إلى المجلة وهي فكرة التوثيق نحن لم نكمل نقطة التوثيق يعني أنا سألتك وبعدها أخذتنا السؤال ونريد أن أرد على فكرة التوثيق اليوم ليس من المجلة اليوم في إنستغرام صحيح اليوم في صور متحركة وأفلام وغيرا اليوم شنو المحتاج إحنا نسويك خنقول مسؤولية من أصحاب خنقول الشركة أنت حتى ذكرت شركة الإنتاج الخاصة وغيرا من توثيق يعني ودي أفهم منك شنو مرضهاني شنو فكرة التوثيق وشون الحين لازم للفترة القادمة على الأقل نفكر التوثيق أفهم لأن المادة المكتوبة جزء كبير منها كتب في الخمسينات والستينات عن طريق دوائر متعددة تابعة لحكومة الكويت في ذاق الوقت فهذه ممكن الواحد أنه يعني ينبشها ويطلعها ويعيد قراءتها ويضيف عليها بما يتطلب الأمر يعني الشي الثاني ليش أنا أوثق أنا يعني مهم عندي في العصر هذا أني أحول كل هالمواد المكتوبة إلى شيء مرئي يعني يعرفت الناس الآن يعني يعني عين أكثر منا قراءة فتخيل مثلا هذا الوضوع له يعني ينوخذ في فيلم وثائقي صح وتتكلم عنه بالتفصيل وكذا وتحطها في تلوزيون الكويت وتبيعها لمحطات وكذا والله يا فيصل ليس لأنني أنا كتبت الكتاب يعني ترى يمكن إيه غير يكتب نفس الموضوع كتاب أحسن مني بألف مرة بس هذه القصة مهمة جدا خصوصا في وضعنا الحين وضعنا اللي كله تراجع وتشاؤم وكذا وكذا لازم تطلع مثل هذه القصص وتقطها في الوضع الحالي بين الناس خلتكرة تقول اوه هذول يسووا شذيه ايه سووا شذيه ماكو نفط ايه ماكو نفط ماكو متعلمين ايه ماكو خمسة أمفار سبعة أمفار سووا هذا الشيء كله الآن الحين انت في الوضع الحالي وزارة التربية ميزانيتها مليارين ونصف بعدين نطلع نسبة خمسين أو واحد خمسين بالمئة من اللي يتخرجون من الثانوية وكذا ما يعرفون يكتبون يقرون واحد خمسين بالمئة فقر فقر تعليم شلون شلون اقعد انتقد واقعد استجوب لا انا عندي كل هذا جربنا استجوبنا وسوينا كل شيء ما نتج عنه لازم اتوقع ان انا اشوف موضوع التوعية عندي مهم جدا لانه هو على قولتهم التغيير الناعب ان الشاب هذا اللي سألتك عنه بس اقلتك انه ما يعرف بس يا بحر ما اغضب عليه لا لا اقول تعالي بو انا نقعد وياك بمكان هذا باستكانة شاي نشوف اوريك الفيلم يعني هذه القصة مهمة الآن انها تتوثق وغيرها وغيرها من القصص يعني انا نتكلم مثلا شلون صار مجلس المعارف قصة بروحها صح بيت الكويت المعارف شلون صار مجلس وطن الثقافة والفنون قصة لان الثقافة هي اهم شيء او اهم معوة للتغيير في المجتمعات مو الموضوع السياسي ترى يعني دائما نشوف احنا احنا وين مشكلتنا في الكويت لما تصير انتخابات يلا اخ نروح نصوت عشان نغير المجلس مو صحيح وكل مرة نروح انتخاب مو قاعد يتغير شيء صح نفس الموال بس اذا اهتميت في الثقافة ستحصل انتاج لا تتخيله فيصل مجلة العربي الـ 850 لما بدت تطلع كانت الدولة غير مستقلة انتبه المسؤولين في ذاك الوقت ان الجانب الثقافي مهم ان يروج للدولة فالمجلة هذه كسبت شرائح كبيرة من الشعوب العربية في ذاك الوقت ولا زالت يعرفون ان هذه المجلة تطلع من الكويت مهم جدا هذا المسرح في السابق الكويت كان لا شنة ورنة صح المطربين والمغنين والموسيقيين والملحنين وكذا انت لما كنت في وقت من الوقات حاضنة في الستينيات او اخر الخمسينيات اشهر مطربين العربيونك في المسارح وفي الاندلس وكذا مثل عم كلثوم نجاة الصغيرة وفريد الأطرش عبد الحليم هذا ليس قليلا ترى صح ليس قليلا لان انت صرت محطة والكويت تستحق وهي حاضنة رغم كل شيء كل واحد يقول لك انه والله لا الكويت المفروض لا تصير شيء ليس صحيح الكويت بلد مفتوح لانه مبني على هجرات والهجرات افادت الكويت كثيرا وخلتها بالشكل الذي نرى اليوم فالتنوع بالكويت هو قوة نعم لانك واقع على مساحة او منطقة بحرية فانت منفتح على الاخر انت عندك صلاة مع الهند في ذاك الوقت سفر و لؤلؤ و بيع و أخذ وعط و شراء انت عندك صلة مع البصرة البصرة في ذاك الوقت مدينة متحضرة كانت فانت مجتمع منفتح رغم ما يريد البعض يقول لك لا احنا لون واحد أو لونين انا اقول لك لا البلد هذه فيها غير النفط كنوز بس لازم نلتفت لها نلتفتها شلون؟ جزء من الالتفاته انك توثق كل قصص النجاح اللي صارت على مر التاريخ عبر أفلام وثائقية أفلام درامية وغيره وغيره تروا يعني في بعض يعني حتى الشباب المؤخرا اللي دخلوا في موضوع الانتاج الدرامي انتجوا بعض المسلسلات اللي يعني تلامس بعض جوانب من التاريخات صحيح تجارب ناجحة وموفقة صراحة بخالد حمد الرجيب هو من أسس نقدر نقول المسرح في الكويت وساهم في التأسيس أو العنصر الأهم خنقول فيه تأسيس المسرح في الكويت صحيح اليوم نفس الفكرة مو بس عبدالعيز حسين أنا أكلمك في المجال الفني فيه ناس في المجال فيه ناس وائد تدري تعرف من محمد الرجيب هذا حمد الرجيب نعم وائد ناس يعرفون من محمد الرجيب ومع ذلك هم فيه جزء كبير في المجال نفسه يعني ما يعرفون من محمد الرجيب صحيح يعني ما كلمة كانة ناس بره ما عليهم شرها الناس اللي بره أوكي ستلة عليهم شرها نحنا لما نقول له كويت أول شنو كانت يكون رياضة وفن يعني وثقافة صحي فأنت من أسس المسرح خلق هذا الموضوع صحيح صحيح يعني باتر حتى اللي بيساهم بيكون صحيح بساهم بأسس بساهم ما حدر عني فأنا أعتقد التوثيق هم مهم لشان على الأقل نرد لهم حقه منه مية بالمية طبعا لسيد حمد الرجيب الله يرحمه وغيره من اللي توفى من حتى الأحياء أنا أسألك سؤال الآن حتى أنت يعني تريد تعرف شيء عن حمد الرجيب الآن وين تروح؟ انترنت أكو متحف مثلا يخل الدكرة في نصب تذكاري يخل الدكرة أكو مثلا مكان مسرح في يعني معلومات أو أي نوع من أنواع الأشياء اللي تدخل ذاكرتك تدخل هذا المكان وتشوف حمد الرجيب وتشوف حمد الرجيب وتشوف حمد الرجيب وفلان وفلان لا يوجدهم أنا أقول لك من وين؟ أنت قلتها في مقالة من قصص من قصص يتداولون هالناس ومن الشياب اللي كانوا عايشين بذلك الوقت لكن هذه تموت مع الوقت تروح وتحطينها؟ عزيز حسين قالها نعم عزيز حسين عزيز حسين قالها في الكتاب أنه عدم التفاد أحد الكويت التاريخ للمحل الغريب وعدم وجود من يتعاحد بالتدوين والتقييد إلا في النادر القليل بحيث لم يبقى مرجع له إلا رواة الأخبار من المسنين صح هذا كلام صحيح هذا كلام سليم لكن هذا الكلام يتعلق في الزمن اللي عاش فيه عزيز حسين لأننا الآن لدينا وائد وسائل إعلامية ممكن أن نطلع هذه الجملة ونبني عليها ونطلع منها الشاع كنوز دعنا أقول لك على سبيل المرحوم المرحوم رضا الفيلي عنده برنامج لا أتذكر اسمه وليس أقوله فهو يتكلم عن ذاكرة التاريخ واستضاف فيه كثير من المسنين والرواة وعرض في تلفزيون الكويت بلده واني غلطان اللي كان يقابل حتى نواخذه عرفته 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 شوف الإنسان العادي رح ينظر لهذه الحلقات أرشيف حلو أرشيف حلو بالكلمتين هذول أنا وغيري مثلا وأنت أخوي فيصل كونك إعلامي ما ننظر لهذه الحلقات بس أرشيف حلو لا إذا أنا مثلا عندي شركة إنتاج فني أروح أطلع الحلقات هذه كلها وفرغها وطالع المعلومات اللي انقالت في ذاك الوقت صح وقارنها بهذا وهذا وهذا واستخدم المعلومات هذه مع شخص كاتب مسرحي صح صح طريقة غير مباشرة مو حين نأخذ كلام هذا اللي تم مقابلته ونحطه بالنص مو شديد صح لأ أنك أنت تستخدم كل الحلقات هذه بعد ما تفرغها وتستوعبها وتقراها وتروح تبني عليها مثلا عمل درامي صح فيكون أساس هذا العمل درامي مو خيال الكاتب لا قصص وروايات قيلة من أشخاص مارسوا الغوص تخلوا حروب دشة وفي عملية تفاوض سياسي يعني اللي هو صح فهذه الكنوز أو الأشياء اللي تم تدوينها في السابق يعاد إحياءها وإحياءها مرة أخرى وتنتج لك أشياء مختلفة يعني يعني خنروح على مجال النكتة الحليب اللي يطلع من الفقارة صح شنو ممكن تسوي فيه؟ تسوي فيه آيس كريم وروب وقصة وزبدة وكذا عارفت شلون؟ هذه الأشياء والأرشيف هذا المدون الموجود المكتوب والمصور عبر الحلقات اللي تكلمنا فيها مثلا برنامج رضا الفيلي وغيره على فكرة اليوم فيه مثلا ترى حتى صندوق الأسود صندوق الأسود وبرنامج توثيري ممتاز الأخ عمار تقي يعني صراحة أضاف المكتبة المرئية يعني مادة وكنز كبير وأنا يمكن قلت لها في واحدة من اللقاءات الأدبية بأن اللي سوا عمار قاعد يوثق للحركة السياسية الرسمية والوطنية الأهلية عبر لقاءة مع ناس صح كانوا جزء أساسي من المشهد هذا صح فتا خربنا هذا وهذا أهم نفس الطريقة اللي قلت عنها نفس الطريقة أي فهذه المواد يجب أنها لا تروح الأرشيف وتنام يجب على الشباب الذين يعملون في الإعلام ويعملون في الإنتاج الفني أن يرجعون إلى هذه الأشياء حتى ترى في التمثيليات أنت لما تسوي تمثيلية أو حلقات أو مسلسلة أو كذا يتكلم عن يعني مو شرط عن التاريخ الكويتي أو السياسي الكويتي أو الثقافي الكويتي حتى لو كان عمل عاطفي رومانسي رح تضطر أحيانا أنك ترجع إلى إذا كان عندك نوع من الفطنة والذكاء ترجع إلى بعض المصادر هذه حتى تأخذ كلمة معينة الأقض معين عرب شون فهذه كنوز موجودة تحتاج أن الواحد يقلبها بين وقت ووقت أنت كيف فرقت المواد وكتبت؟ المادة التي قاعدت الكتاب نفسها أقصد مصادر هذا الكتاب أول شيء أخذ مني ستة شهور كتابة كتابتين وبحث وكذا المصادر الأساس هو مجلة البعثة مجلة البعثة؟ أنت طلقت من المجلة البعثة؟ طبعا مهمة جدا ترى هي ثمان مجلدات ومثل ما قلت هي الآن تباع في مركز الدراسات التي يرأسها الدكتور عبداللغني أخذت بعض الكتب التي أصدرتها وزارة التربية ووزارة التخطيط كانت تتكلم عن التعليم فكانوا يكون معلومات بسيطة عن بيت الكويت القاهري صفحة وصفحتين كذا يعني اضطريت أنا في النهاية أني أيضا أروح ببعض الأشخاص التي احتكوا في بيت الكويت في أواخر سنواته خذيت منهم شهادات مثل منه؟ فاطم حسين، أستاذ فاطم حسين دكتور سليمان الشطي العديلي حتى فاطم حسين اكتبت أنه لم يكنوا لم يكنوا خالط محرج يعني تول موضوع يعني سفر المرأة في ذلك الوقت وبروحها، يعني شوية كان صعب فكانوا بيبعض وما كانوا يطلعون إلا بإذن بس عافية عليهم، شوفوا ماذا سوى ولم يرجعوا لكويت أنا قاعدة أقول الحكومة، يعني طبعا اليوم، اليوم، في مشكلة أن البنت تسافر طبعا يعني، فتخين فتخين بذلك الوقت يعني حتى اللي تمرحت حك بأرض مدرسة المباركية بنت الخالد صحيح، صحيح فأنا قاعدة نشوف المعلومات هذه يعني ودي أنا أتطرق لحتى دور النساء في التعليم، هذا من ذاك الوقت يعني، من ذاك الوقت يعني، فهمت قصدي؟ أنا عشان، لما أقول لك أن المجتمع الكويتي مختلط هذه النمالج لما تتكلمني عن التبرع السيدة اللي ذكرتها في مجلسة المباركية كانت رب وقت مبكر جدا مجلسة المباركية أرض مجلسة المباركية عفوا جدا وفي أمرأة تبرعت هذا أن المجتمع الكويتي في عدة ألوان وليس لونين لازم هذه الأمور تندق بين وقت ووقت حق أي واحد يرفع صوتها يقول لها بلون ولونين عبالهم أول كان مجتمع ذكوري لا 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 أبدا طبعا ما نقول لنا المجتمع الكويتي الليبرالي في ذاك الوقت لكن لا أقصد التأسيس غير متعصب غير متعصب الطبيعة مالة الناس غير متعصبة لا أقول لك أنهم كانوا الليبراليين لا لا كان لديهم عادات وتقاليد ومحافظة وكل شيء لكن بسرعة يمتصون شيء جميل من بره يعتقدون أن يفيدهم عجيب يعني لأننا نحن مجتمع تجاري قائم على السفر والغوص واللؤلؤ وكذا صح يضطر التاجر أن يعلم حياله ويتأقلم حساب على الأقل لكي يمسك الدفاتر صح وهي مسألة مصلحية صحيح لكن طبعا الجو الاقتصادي فرض على المجتمع الكويتي وعلى الناس الذين يديرون الاقتصاد في ذاك الوقت أنهم يدخلون أبناءهم إلى التعليم وكذا على أساس أن يديرون حلالهم بعدين في النهاية فهي مسألة متشابكة أردت على التعليم أنت ذكرت في الكتاب التعليم في تقريبا كل جزء كان يضطرق للتعليم طبعا طبعا فالتعليم أهو كان أساسي أهو أهو اللي سوى كل هذا أتوقع أنهم راحوا لنا بيتعلمون طبعا وردوا لكويت وأسسوها على التعليم وثقافة مبنية على التعليم فأنا كأنا قاعد تقولي أن نهضة الكويت قامت على التعليم على التعليم والذي يقول غير هذا طبعا أنا أتحفظ على ما يقول صراحة التعليم أساسي هو اللي خلى الكويت سمعة جميلة جدا في حقبة الخمسينات والسيثينيات إلى السبق بس الآن شوف الآن وين وصلنا أنا قلت لك على الرغم الذي يرصد لميزانية وزار التربية اللي هو مليارين ونصف دينار تروح على التعليم الآن بس المنتج مالها مو مضبوط كل شيء لذي يتخرجون يعني هو المعدل الدراسة في 12 سنة يتخرجون بمعدل 7.2 يعني اللي يتخرج من جامعة الكويت عفوا من المدرسة والثانوية يتخرج حتى له كانت نسبتها 90% لكنه بالأصل متخرج حال حال طالب ثاني متوصل هذا الأمر خطير خطير جدا طبعا واضح أن هناك ناس تنتبه للحين وتحاول تتدارك الموضوع أنا أراه في الغطاب العام في الفترة الأخيرة على الأقل آخر سنة معاما كورونا سرعت الموضوع للتعليم والناس التفتت نظارها للتعليم أن التعليم خنجاب للتعليم وأنا لا أدري من طرفي لكن لا أدري هذا كلنا نراه لكن هناك الكثير من الناس تتكلم عن التعليم بالضبط جزء من الأشياء التي ليس جيدة أن الناس التي لديها قدرة وحتى التي لم تكن لديها قدرة مادية تلزم على روحها وتضغط على روحها ويقوموا بإمكانهم في مدارس خاصة هذا مؤشر موزين الأسعار مبالغ فيها ويدفعون لأنهم يدرون أن الأب والأم الذين يرون مصلحة أبنائهم في موضوع التعليم يقولون ما ورحهم بدونهم لأنه يعتبرون أن هذا استثمر لأن الناحية الثانية أو الضفة الثانية من التعليم ليس مضبوطة كل ما ليس مضبوطة أنا أتكلم عن التعليم الحكومية لذلك هذا موضوع مهم جداً نحن وصلنا إلى فاطمة حسين بعد أن يبتكيني نعم 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 فالأخ تفاطم حسين ومثل ما ذكرتك تكتر عبداللغنيم وسليمان الشطي يمكن الجزء الذي يخص الأستاذة كوثر الجوعان يعني قالت لي قصة حلوة وذكرتها أن والدها الله يرحمه كان من المفروض لما صار افتتاح بيت الكويت القاهرة أيام لما جاء عبد الناصر زعيم عبد الناصر افتتاح بيت الكويت ترى هذه بعد مقطة مهمة هذا البيت الثاني الثاني الانتقال الثاني في الـ 54 كان من المفترض أن والد السيدة والمحامية كوثر الجوعان يحضر الاحتفال ويلقي قصيدة بس لما يالموعد تعرض لوعكة صحية شديدة ما خلت اييل احتفال هذا الافتتاح هذا العبد الناصر عبدالله الجابر عبدالعزيز حسين يعني الشخصيات عبدالله أم تقول لي عبدالعزيز حسين ولا مرة شفتها لابس قطرة وعقال كله بدل لا هو ما يلبس ايه في أيام مجلس المعارف كان نفس هذا مع قطرة وعقال مع البدلة يعني فيه لا صور فيه لا صور كان دارج هذا لابس فما ألقيت القصيدة فقالت لي أم يوسف كوثر الجوعان أنا أعطيك القصيدة فعطتنيها ونشرت اللي موجودة في آخر في آخر فصل بيت الكويت صحيح صحيح عدل 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 كانت هي محاولة لتطعيم الكتاب بشهادات ناس أحياء عن التجربة يعني أساسي نعطيه شوية حي سأقول لك سعر في عدل بخالت راح تحق لدكتور عبدالل الغنيم اهي هل الحاج يمكن قبل أكثر من سنة قبل الكرونة نعم صديقي عبدالعيزة تغيشم قال لي أنا عندي دخلة على الدكتور عبدالل الغنيم سأذهب معه نشوف شو اللي عنده زي يلا يلا ولبست أنا غتروعك ولولبست غتروعك ناطرنا ما شاء الله عليك موعدنا مع تسع الصبح وهو تسع الصبح ناطرنا قبل أن ندشي ما شاء الله أخجلنا قعدنا وياه والله وراننا وائد أمور موجودة موثقة في المركز وفررنا على في متحف صغير بعدين طالعين مررنا على المكتبة وعطاننا كتب بجموعة كتب يعني النموذج هذا وائد يعني يعني ليلة اليوم كلمة أحد ييب طريق دكتور عبدالل غنيم يعني بس أمدح ما شاء الله لأن معاملته راقية جدا وعنا صغار بالنهاية أستاذ أحرجنا حتى بثقافته في التعامل أحرجنا في ثقافته كيف شرحنا المعلومة يعني هذه الثقافة حتى ثقافة سلوكه يعني فأنا أقصد أن نماذج هذه يعني ودنا نشوف أكثر من هذه لذلك أنا أي شيء يساهم في أن يكون لدينا نماذج أكثر صحيح مثقفة فعلا نتفع فيها نتفع فيها ونمكنها وأنا اللي التمسته من الكتاب أن المجموعة هذه المثقفة ممكنت بعد ما انتهوا من تجربتهم في القاهرة في إدارة الدولة في إدارة الدولة فأولا أنت مو بس تثقف أنت تثقف ومن ثم ومن ثم تتمكن وتوظف وتحطم في المكان الصحيح حتى حمد الرجيب لما قالوا أنا اللي فهمت أن يبون يحطونها في عدة مناصب وهو رفضها لأنه لا يشوف نفسها فيها صحيح فهم كانت في ثقافة أن ينحط الشخص في المركز مناسب للمركز مناسب للمكان صحيح أحيانا اللي فهمت منك بعد بخالد أن أنت راح تكتب إن شاء الله كتاب عن الشيخ عبدالله السالم أي ولما شفت كتابه قالت سألتك كانت تقول أنا مشغول في كتاب ثاني الآن وتكلمت عنه في حماس شدني هذه الحماس صراحة لماذا شيخ عبدالله السالم؟ كان هناك كتب أحيانا عن شيخ عبدالله السالم يعني صح هذا أيضا قيل لي أنا طبعا ما راح أعلن عن اسم الكتاب اللي حتى نحطيته في العادة أكتب أنا أفاجأتك مادري عادة نتكلم عنه لا لا عادة 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 ما راح نتكلم بتفاصيل قبل أن أعرف قصة السطح 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 ما وصلنا حتى إذا هناك شيء ثاني سألتك السطح سألتك على السطح نزيل بعد أن ندش على الكتاب اللي نكتب فأنت ذكرت لنا أنت قعد ست شهور صح وفي سطح بالموضوع هذا شيء خبايا شوف أنا تجربتي في إصدار الكتب قليلة جدا يمكن هذا بيت الكتب في القاهرة الثاني لأنني عندي كتاب سابق اسمه حقوق الإنسان في التشريعات الكويتية بصفتي أنا من المهتمين في موضوع حقوق الإنسان ومن تلاميذ الدكتور غانب النجار وتشرب في هذا هذا الكتاب الثاني الثالث اللي يأي بالضريجة بس خلينا نتكلم عن موضوع تجربة الكتابة يمكن طبعا لو يعني اللي يستحقون أكثر مني بالكلام في هذا الموضوع اللي يكتبون واحد يعني واللي ينتجون كتب واحد الصح ودباء والشعراء وغيرهم من المثقفين في الكويت وغيرها بس أنا بذكر لكم هنا تجربتي في موضوع الكتابة أنت لما أتي تكتب ما يعني ما تأخذ في الاعتبار وايد أشياء ما تي على بالك أنه لما خلاص الحين أنا ببلش كتابة بعد ما قريت وكذا ما تأخذ في الاعتبار أنه هل بيتك أنت ملائم لما تقعد تكتب هل أنت تضمن أنه ما يدق عليك واحد الجرس يقول لك وصل الغاز ها ها تتصل فيك مثلا بنتك تقول لك بابا نحن بنروح المكان اللي فلاني تيوي وأنت بتعزي الانشغال يعني المكان اللي أنت فيه عازل للصوت كل هالأمور هذه ما تي على بالك تماما فأنت بس يعني ألف كتاب يالله ألف كتاب وليس كذي الموضوع يطلع راح يتعبك راح يخليك في وقت من الأوقات تقعد بين الناس ما تستمع لهم وانت بعيد عنهم وراح تنتقد اش دعوة انت شايف روحك ما تقول كذي اتيك أشياء يعني تلشط فيك وانت ما تدري اتيك أحيانا فترات انت معصب ومنت قاعد بروحك لأن أمس كان المفروض تكتب ما كتبت فقاعد ومعصب على روحك ما حد يمك ها لما تخلص فصل وتكتبه وتراجع وتوريه واحد يقول لك ايه والله زين بس حط لك الشغلة هاي الفلانية تضيف ومادر شنو وتكمله تستانس حلو هذا الكتاب شون صار هذا مثل ما قلت لك كان ستة شهور قعدت أدور على مكان مناسب في البيت يعني ما حد يوصلني على الأقل يعني أو الطشار يوصلني عشرين بالمئة ما لقيت مكان إلا فوق السطح كان عندي مكان فوق السطح مثل صالة يعني ما حد يروح لها الشبه هي دوانية حق ولدي خالد يعني حلو وانتركت فترة وما حد يروح فوق يعني أعرفت شلوه من يروح فوق يعني احنا الدور الأرضي والأول وخلاص فقلت ان هذا المكان حلو خاصة انه كبير يعني ثمانية بثمانية حلو وما حدي ومسكر وعندك باب على السطح فوق لا بغيت تنفس ولا شيء قلت هذا والله خوش مكان عجيب وروح يبلي طاولة صغيرة وكرسي وكذا وحط شغلي وكتبي حوالي لما صار الحين خلاص وصي كتب المراجع كلها حوالي انا اذكر قلت لي انه صار الوضع شوية اي بالضب صار الوضع كلها ملخبط بس ملخبط بالنسبة لي انا كان لوحة فنية عجيب وقلت حق الاهل في البيت لحد يدخل المكان ينظف اي لان كل صفحة مفتوحة على شيء انا ابي وارجع له مع الوقت هذا الكتاب ترى تشوفونه مكتر انا مسوي جديد وهذا مفتوحة للصفحة لفنان لحد يدخل المهم لان اذا يا واحد هل ابو بيسوي لي خدمة بيخدمك يعبسك اي على ابو يرتب الكتب هذه صارت يام الدراسة اي اي خلوا فانا قاعد من تقريبا او انك ستين سبعين مرجع مقططين حوالي بشكل دائري اه وقلاسات شاي ما لا تهم يعني قصة بس كان الجو يعجبني لانه ناطر لحظة الولادة انا لما يطلع الكتاب وينتج يعني فهذه كانت يعني المخاض هذا مال الكتابة متعب جدا يعني بعدها صراحة لما طلع الكتابة انا ارتحت فريحت الحين انا قاعد اعيش نفس الجو بس مع تمرين بسيط اني تعوت على الجو الاول فقدر شوية اتحكم بعصابي ما اعصباني قاعد بروحي اريح اطلع يعني اذا حسيت بضغط وكذا وما قدر تكتب في ذاك اليوم اسوي شي ونس لما ارجع مرة ثانية على الموت يعني لكن الكتابة ليس مسألة سهلة جدا جدا موسهلة انا ايميل اذا مهم اطول فيه صعبة جدا لان الكتاب معناته لازم تدقق المعلومة صح واذا انت فيصل الحريص على اسمك راح تخاف والخوف زين على فكرة الخوف زين بعدين هذا الكتاب لازم تحط في بالك انه راح يطبع ويروح حق الناس في السوق صح وتقرأ فلازم الواحد بين قوسين يحترم اقل القارئ ويدقق في المعلومات مرة ومرتين وثلاثة وعسى يسلم لانه دائما انت لما تكلم في التاريخ فيه روايات صح وما تقعد تكلم عن فيزياء ويعني محلول وكذا تحط هذا على هذا يطلع شدي مو شدي المسألة في الجوانب السياسية والجوانب الثقافية فيه روايات وفيه أقاويل وفيه تواريخ وفيه كذا وفيه تحليلات هو شدي مو شدي فالقصة هذه تحتاج إلى تدقيق من الباحث والكاتب أن على الأقل يطلع كتابه بأقل إصابات ممكنة حين بو خالد على هذا الطريق تذكرت شغلة أنا أريد أن أسألك عن هذا نرى ما رأيك فيها تذكرت مثلا المقالات التي تكتب اليوم رأي في موضوع معين مقال أسهل حتى مو كتابي فنكتب المقال ويمكن أن ندقق عليه أقل يعني أنه مقال بالنهاية وراي بعض المرات ناس تمسك على ناس ثانين أنت قلت في 2012 هذا ممكن أن تراجع عنها الرأي أو شيء فأنت شنو فلسفتك بالفكرة هذه كونك تكتب مقالات صح صح هذه ممارستها على طريقة التنمر ضد التغريدات الآن لما ترى لما يوزرون واحد طالع ما كتب أول تغريد ما كاتب هذا الطريق لماذا كتبت هذه الجملة لماذا لم تفعل ذلك نفس الشيء على موضوع المقالات فالواحد يقول لا أتكلم واسلم أو شون يعني لا 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 أنا مو ضد هذا تمشي تحت الطوفة ما يمشي أي شيء تشعر فيه اكتبه أي شيء تشعر فيه اليوم اكتبه راح يطلع بعد أسبوع غلط بعد سنتين غلط مو مهم المهم أنك تحترم مشاعرك في ذاك الوقت وتقول أن هذا الكلام طلع لأني أنا كنت تحت الظرف الفلاني مو أني أنا هنمونا ولا بهذا الشكل ولا كذا فعازم نحترم بعضنا البعض في موضوع الكتابة ونقدر مشاعر بعضنا البعض في الكتابة في كثير من الشعراء كتبوا قصائد يقرون هالناس الحين هذا شقايل بس ما يدرون شون الظروف صح أنا ضد موضوع أنك أنت تحط الشخص وتقعد تتحاكمه أنا أبي هذا أشوف الشخص وإنتاجه كما هو وأقرأ ظروفه وأقرأ اسلوبه وأقرأ الحياة اللي هو عاشها وقيمة على هذه الناحية مو أني أحاكمه يعني أنا لما عرف أنه والله نزال قباني كتب قصيدة عن المرأة فيها هالألفاظ أريد أن أعرف لماذا كتبها وعن منه تخف وطأة المحاكمة عندك أنتك قارئ فتصبح المسألة تذوق وليس محاكمة هذه النظرة نعم فرق كبير نحن مع الأسف الكويت يعني نقط حادة أبو خالد أنا قاعد أشوف على تويتر إذا نزلنا حلقة بعض المرات مني منك بالضبط نشوف الانتقادات اللي تصير بعض المرات حادة جدا تكون حادة يعني اشترا الموضوع مو بهالشكل يا جماعة لأن مجتمعنا فقط قيم الحوار الصحية كانت هالقيم كانت موجودة اقرأ مجلة البعثة قلت لك ارجع لها الله يخليك فيصل اقرأ لمجلة البعثة وشوف شنو النقد وشوف الناس شنو تتكلم في ذاك الموقت يعني مثلا ساعة تصير في صراع بين شخصيتين معروفين في المجتمع إن هذا ضد هذا يكتبون ضد بعض ما يجرحون في بعضهم البعض كل واحد يكتب عن الموضوع مو عن يعني أنا مثلا فيصل عنده مؤسسة الآن أنتقد مؤسسة ما أقول لنا فيصل عقل فيه مهم هذا الموضوع ما ليشغل في فيصل أنا فيصل أمامي الآن صاحب مؤسسة إعلامية بشيدي أشوفها عمار التقي مثلا بشيدي يعني لكن الحوار فن والحوار تربية هذا الآن صار له تصحر في الكويت يعني عشان شديد تشوف فيه تنمر وفيه تحرش في البنات وكذا حتى لما تطرح موضوع حين مثلا مثلا الموضوع التحرش دائرة دائرة في السوشال ميديا وكذا شوف ردود الأفعال يعني تنمعا سطحية تنمعا لا يوجد خبرة في استخدام الألفاظ لا يوجد خبرة حتى في موضوع أني أنا أتحاور معك عشان نوصل لحق نتيجة ومو عشان أكسر ميادي فيك جدا من الناس عندي سؤال على هذا الموضوع أولا ما يكتب فيه صحيفة أو مجلة أو يطلع على التلفزيون لا يكون متدربة ومؤهل لأن هناك مؤسسات معينة تسلتر صحيح اليوم أي واحد كل واحد عنده مؤسسة أعلامية صغيرة بتليفونه تويتر وإنستجرام فأصلا أن أنت تكون مؤهل أمر بسيط بس تحتاج تشتري تليفون وسم كارد لا تحتاج أن تتعب وتبرز نفسك وتفهم وتتفكر وتنتقد نفسك وتراجع أفكارك يعني أنا أحس هذا جزء بعد حتى كأول كان لأنك كانت القنوات الأقل أنا موقع أن أقول أن أسكرك لكن أنا أقول أن جزء من المعالجة نحن نعرف ما هي المشكلة أي واحد اليوم عنده تليفون يقدر يكتب وكلهم من فاك أكاونتس أنا لا أحد يكتب باسمه أنا ألاحظ أن تكون ألفاظها شوي موزونة وكلامها موزون أكثر لكن الفاكات تقول كلامي يجرح لأموح أنا حقنا الحمد لله الأمور طيبة لكن هل ضيوف صح ما يصير أي بيعني هذا اللي نقول يعني فهمت قصدي صح فهمت عليك شوف أنا لي وجهة نظر في هذا الموضوع يعني أنا أقول في أشياء قاعدة تصير في عالمنا اليوم ما نقدر نتحكم فيها ما نستسلم أنت صح مثل السوشال ميديا ما تقدر واحد يحط لك صورة على والتكفيك وقاعد يتكلم مثل ما يريد صح ويتحمل أن يدش سجن ساعاته ويدفع غرامة وكذا وقاعد يلشط فيصل لليل نهار صح شنو أسوي أنا هل أني أروح أقول أنا بتويتر ومشيلة أو أفكر بطرق أخرى أنا معه دائما التفكير في طرق بديلة لمعالجة أسوأ ما في الإنسان مثال هذا اللي نحن قاعد نتكلم عنه اللي هو التجريح والتنمر وكذا لازم أنت تخلق أدوات شو الحياة مستمرة يعني الحياة تتطلب منك التجديد وأنك أنت تعالج أمراضك اللي تطلع مع الوقت في أمراض يديدة تطلع مع الوقت أمراض نفسية واجتماعية وسلوكية وغيرها لازم يكون لك أنت مقابل أمامها فهذا الموضوع اللي قاعد يصير اللي مو عاجبنا اليوم في السوشيل ميديا وكذا ممكن أنا عاجبي أني أراجع منظومتين قانونية بحيث أني أخليها متوائمة مع ما يستجد في السوشيل ميديا اليوم أولا أنا أهم أقوي الثقافة هذا واحد الشي الثاني خل المدرسة مكان لبناء قيم الحوار بين الطلبة هذا مهم جدا يعني أنه لازم تعلم الطفل لما يزعل مع رفيجة ويختلف مع رفيجة ما يسبه أهم شيء لا تسبه بس أنه قال الشغلة الفلانية هذي لون هكذا يقول لك لا أنا ما أحب اللون هذا لا أقول لك ما أدري وكذا وكذا لا أريد أن أشتم بعضنا فتنمية القيم الحوار مهمة جدا وهذه أنا أقول لك الآن نعاني من تصحر فيها تغيرت عندنا القيم عندك مقال قبل الغزو قبل الغزو وعقبل الغزو تغيرت الكويت تغيرت كثير يعني أنا أمي تقول لي قبل أطلع لم أعرفت أني بقابلك وشن الموضوع أنا قالت لي أول الكويت كانت غير قلت لها شنون قالت لي كانت مو نفس اليوم يعني طريقتنا مع الناس غير كأن دولة ثانية صارت اليوم فأنا هذا الكلام بالنسبة لي كلام يعني أوكي يضيق الخلق لكن أنا ما أحب أشوفه من هالناحية أوكي يعرف أوكي شون تغير ودي أعرف شون تغير بغض النظر شنو الحلولة هذي كانت تكلم فيها ماكو مشكلة بس أنا بعرف شنو اللي تغير شون كانت الكويت قبل الغزو وخاصة أن أنت حتى كتبت مقال عن هالموضوع شوف مو مهم عندي راح أجاوبك مو مهم عندي أبين لك الفرق بين قبل وبعد بس أنا اللي مهم عندي بقوله اللي هو موضوع الغزو تحديدا أوكي قبل الغزو كانت الأمور طبعا يعني مختلفة خلينا من موضوع أفضل وسلبي مختلفة تماما عن ما نتج ما بعد التحرير تمام يعني من ناحية سلوكية من ناحية اجتماعية من ناحية سياسية من ناحية اقتصادية واحد أشياء اختلفت يعني كان أول أمور شوية طبعا أفضل شوية يمكن تكون هذه كلمة الأفضل مو بجهود منه يعني على المستوى الاقتصادي كان مثلا البترول أكثر سعر أفضل منه اللي حين مو حنا لقعنا تهكم سعر البترول أنا أتكلم عن الجوانب الاجتماعية هناك أخذ وعطها في الحوار لا يوجد تنمر لا يوجد اجتيمة الناس عايشة حياة اجتماعية متعايشة فطرية متعايشة يعني مع بعضها أنا أقول لك أنا فيصل في مراهقتي كان معي شباب عرفت بعدين لما كبرنا أنهما شيعة أجيب نسيما كنا مع بعض نلعب بالفريج ما أدري هذا هذا الشنو المهم رفيجي وأحبه أنا أحب عادل وأحب حسين أجيب في سنة في متطر يا قصة هذه صارت هذه بعد الثورة ثورة الإيرانية كذا يعني جرت ويلات صراحة على المجتمع الخليجي كلها يعني الموضوع الأساسي في اللي فرق بين قبل وبعد الغزو إن الكويتيين حكومة وشعبا لليوم ما جاوبوا على أسئلة وايدة لأشياء صارت لهم من الغزو ولا عالجوها تركوها كذي شنو؟ وايد أشياء مثلا؟ يعني أنت الآن لما في دولة تجتاح دولة وخلص هذا الاجتياح مثل اللي صار في الكويت سبع شهور وطلعوا طيب أنت شنو سويت الآن؟ هل أنت قست أثر هذا الغزو على مجتمعك من زوايا اجتماعية ونفسية وكذا في دراساتك طلعت شنو أثر هذا بعدين على نمط الإدارة الحكومية هل خل الإدارة الحكومية أفضل؟ لا معنات أنت ما سويت شيء ما حليت هومورك مالك المفروض كل الناس كانت تطالبك 32 دولة يتتحررك عشان تصير أفضل هو المفروض كانت المفروض تصير أفضل من قبل الغزو صح؟ صح وانت انطقيت بالغزو وانمحت الدولة وراحت من الخريطة ورجعت مرة ثانية وعندك بترول مفروض تفعلها أفضل هي ما صارت أفضل فهذا واحد من الأسئلة ليش ما صارت أفضل لإدارة السياسية؟ ليش مجلس الأمة صار موزين قبل كان أفضل قبل الغزو صح هذه أسئلة ما جاوبنا عليها للآن وانت والشواهد تدل وهي باعتراف حكومة ليس أنا كل الحكومات بأننا وضعنا موزين على المساولة الاقتصادي والسياسي وكذا كلها في الحدار وين الأسئلة الأساسية في هذه؟ التحرير شنو سويت أنت في موضوع ثروتك النفطية بعد التحرير؟ هل أنت عندك الآن يعني كوادر فنية كويتية تقدر تعتمد عليها مية بالمية في إدارة الشأن النفطي اليوم؟ لا شنو سويت هاي الناس اللي تعرضوا للاقتصاب والتعذيب وكذا 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 شويتوا إياهم هذولي؟ بس عطيتهم فلوس؟ عطيتهم مكافآت وكذا؟ هل؟ يعني بنعرف نحن بنعرف لازم نعرف هالناس هذي شو نصار لهم؟ أسر عندهم أسرة وكذا وكذا يعني أنا أسرت 21 يوم قعدت يمكن ثلاثة أربعة أشهر أحلم حلوم مو زينة بوست PSTD ايه انت ما بالك اللي مات هناك واللي قعد تتيب رفاتهم لليوم شوف هذه على سبيل المثال جلب الرفات بين وقت ووقت مدة الأخيرة يمكن خلال سنة أو سنتين استقبلنا دفعتين الرفات يعني يقتصر على مجرد خبر وسلام عليكم بس هذا هو بس ما في موضوع ثاني غير أننا استلمنا أنا ما بي أقول لك حين شنو المفروض نسوي وكذا بس شنو ممكن تخلق من الموضوع أن أنت استلمت رفات أسرة غير أنك تكتب خبر في كونا وسلام عليكم وروح أنام هذا تقدير لضياع بلد بهالشكل هذا لا ليس صحيح ففي وايدس إلى لم يتم الإجابة عليها إلى اليوم وقاعدت تهور أمورنا من سيء إلى أسوأ وعلى رأسها هي الإدارة السياسية فتغيرت الثقافة من ثقافة ديمومة واستمرارية إلى ثقافة بقاء نعم بالضبط بالضبط ما الأسف يعني ما الأسف وهذا شعور ليس جيد وعلى فكرة ترى أخي فيصل الأشياء التي ترى بالشارع ما تعجبك أشياء سلوكية شاب يشفط بالسيارة يضايقهم بعضهم بالإشارة ولا يوقف بالإشارة وهذا المساحة كلها فاضية ومعلقنا كلها لشان حضرتها طولها ناس تطاقق بسجاتين مثل اللي قاعد يصيرها الأيام وتقتل بعضها البعض صح ترى أنا ضد كرأي شخصي ضد اختزال هذه الأمور في موضوع أن شباب ومراهقين ومو متربين ترى هذا تبسيط للأمور أنا دائما أقول بأن الوضع السياسي في أي بلد يعكس سلوك أهله أنت لما تشوف الشباب يشوفون مشهد نواب يتطاققون في القاعة شنو هذا الرئاك شن يصور يصير عند الشاب اللي عمره 19 و 20 سنة شنو تتخيل شنو يدور فيه مخ ربما يقول والله أنا بأسوي كذي أو يمكن يكون لأ عاقل يقول شنو هذا اللي قاعد يصير صح أو يمكن يقول والله أنا بعدها بأسوي كذي أخذ حق بيدي إذا هذول الكبار اللي قاعد يدورون البلد وكذا يتهاوشون كي يأخذون حقوقهم بيتهم علاقات فأنت ليش بعدين تتلوم أن في واحد طعن واحد ما هو عقال وستشينة يعني نفس الطريقة هي المهم أن أكون هوشة حتى في أحد دي رياضي من غير ما نذكر لأسامي في عندهم لاعب يمشي ويطق اللاعبين شفت؟ ربما يقول لي ليش كاعد يطق اللاعبين أقولهم لا تنظروا لي سلوكه شوفوا سلوك مدير إدارة الفريق وشوفوا سلوك رئيس النادي صحيح ترى الموضوع من فوق شوي شوي ينزل لي تحت فما تلوموا اللاعب لاعب هو نتيجة لا شك يعني الفوق مضبوطة هذا راح ينضبط معهم صحيح خاضرين نقول لحنا الآن أنت قلت إن أسرت 21 يوم أنا ما أعرف المعلومات تعرفين من نرى؟ شل الإعداد من نرى؟ ما هو وضع ال 21 يوم؟ والله ال 21 يوم أنت إعبارنا قلتها وكذي بالطوف يعني ما راح تطوف لا أكيد ما راح تطوف هذه كانت في الأيام الأخيرة من الغزو عندما يذكرونها ترى الذين أسرعوا والذين كانوا قاعدين بالكويت يذكرون أن في يوم الأيام قبل الحرب البرية أظن أو الجوية البرية هجوموا علينا العراقيين هجوم بالسكيك يلمون أي واحد يشوفون كويتي بس يقولون له برز البطاقة المدنية وين بطاقتك؟ طلع البطاقة إن شافك كويتي قال لك اركب فقاموا يلمون شباب عشان يتتفاوضون فيهم بعدين هذول أي الظاهر جديد أو أنه يمكن كانوا على وشك الانسحاب من الكويت وما يبون شباب صغار يأذنهم وينسحبون عندهم مسلحة لن يذبحونهم والكبار ما كانوا يسولهم شيء شيء يا أبوهاي مخلينهم يعني فكانوا يصيدونه أنا حظي سيء يعني كنت في هذا الجو هذا فصعدوني وودوني مخفر رابية العجيب في الموضوع لأن أنا توني داشر حين النظارة شوية نفتح الباب والله دكتور غن جارب ويهي عجيب خوش ها دكتور هل يقول لي والله أنا كنت يائب قاري في في منطقة الرقعي رايح أزور شخص واحد صديق سوداني وصعدوني ويابوني مخفر وإنت أش يائب كني قلت والله أنا كنت رايح أشتري طماط وبطاط من الرصيف صعدوني من الرصيف على الرصيف كان كان الوقت بالغزو فنحطينا بالهذا وتمينا يوم وليلة وبعدين ودونا البصرة نساف والقافية دكتور غانم كان معاي أسير هي وياي نفسي نعم 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 بعدين طبعا دكتور غانم كان الفضل الشرف الوطني صراحة في تأسيس جمعة ضحايا الحرب أنا سمعت أنه حتى كانوا معاكم ناس بدون وارفضوا أنه عندما قالوا لهم البدون يمشون في بعضهم مشوا في جزء هم يعني لا أتذكر صراحة جنسيات لا أتذكر إذا كانوا إيانا بدون وغلا أنا أذكر كانت كانت سالفة كثيرة أنه في جزء منهم قاعدوا صح واحد وعشرين يوم وخمس وعشرين يوم ما كانوا لا أكل ولا هذا ماي يعني الماء كنا نشربها من الأرض واحد وعشرين يوم نعم نشربها من الأرض كان أشتع وقتها فيها مثل خباري وكذا فيطلعون الفسحة هذه مالتهم عشان نشمها فنشرب ماء ما في أكل أكل كان يقول لنا خبز يابس معفل من الجيش يقومون بخياش ويقطونه فأنت تنقي منه شو أن تفلق المحار فتنقي اللي مو خايسة وتأكل والخايسة تخليه ما يأخذون عدهم على غخص لا ما تأكل وبعض الساعات نقشر العفن بأضافرنا عشان ننظف السطح أحمالها ولا كلها كان وضع تعييز صراحة وأتذكر كان معنا أحمد باقر الوزير والنار عندما يابونا بالنساسيف هناك في المنطقة اسمها بصخير اللي فيها السجن عنابر اكتشفنا أن في وايدة هذا رفيجي وهذا رفيجي كم واحد كنت؟ كنا ألف ومائتين واحد وشون موزعين؟ موزعين على براكسات والبراكسة كم واحد فيها تقريبا؟ البراكسة تقريبا فيه حوالي مية وخمسين نفر وش كبرى البراكس؟ البراكس قول فيه ممكن عشرين متر في ستة كنا مخزن حتى شفنا على الطوفة ذكريات أسر إيرانيين قبل ضيام الحرب الإيراقية الإيرانية يعني وضع تعييز مكان ما فيه فيه نور؟ لا لا ماكو نور واحد لشين يوم داخل؟ ايه داخل المكان هذا ما تسوي ماكو ولا شيء ترفيه شكرا شكرا شنو كنت تسوي؟ نسولف نسولف ما تدرون شلي بيصير؟ ما كان انتيكم أخبار؟ لأ هو كان انت المفروض تروح تموت يعني تعدل ايه فأنتم ناطرين ناطرين الإعدام خالصين يعني ما عندنا أي مشكلة في هذا إلى درجة خويفيصة أقول لك ياه أنا صادق يعني أني تآلفت مع الموت في الأيام الأخيرة قاعد أقول لنا اوكي خلاص يعني بس اوكي يعني راضي أني أنا رايح بموت وخلص تقبلت الوقت ولا كنت أفكر بأي شيء انقطع أني التفكير بأحوالي في الكويت مع أسرتي تهيأتني يعني دخلت مود للوفاة انتهى الموضوع بالنسبة لي خلاص يعني ما حدث في الأخير بأن البصرة اللي حسن حظنا قبل ما نطلع نروح بغداد لأن كل اللي يطوعون من البصرة والهم بغداد أعدموا خلاص صاروا رفات يعني اللي حصل أن البصرة احتلت من قبل القوات الدولية فصار عليها مثل الطوق فصارت تحت إمرتهم صح فكل شيء فيها وقف صارت تحت إدارتهم وإشرافهم هذا من حسن حظنا فيانا الصليب الأحمر وطلعنا وودانا على الحدود الكويتية بعدين تم استلامنا قبل قبل أن يطلعونكم كانت تيكم أخبار من الحرس ولا كنت تساعدين لا كنا نسمع أي شيء داخل البركس لا يوجد أي معلومات قال اللهم أنه صار الليل أي واحد طبعا عنده ولاع يشرب زقارة أو كذا تيلة زفة من الجنود لأنه مجرد أنك تتولع ويطلع نور ممكن هذا يرصد من الطائرات فتقصف السجن هذا كان المفروض ما تسوي ولا شيء طبعا فيه تصير هوشات بالليل لأنه كنا ندوس على بعضنا البعض من الظلمة في نص الليل تسمع صورة قصص هذا كان ما يحدث بالليل لما ياكم الصليب الأحمر يحرركم يستلمكم أو يستلمكم هو يستلمكم ماذا عرفتكم وانتوا فجأة ماذا عليكم الصليب الأحمر أنا مثل ما قلت لك لما البصرة احتلت ولكن ما لديكم خبر ما قلت لكم نحن لا ندري أنا أقصد أنتوا قاعدين فقط أفهم الجو العام ماذا عليكم قال لكم ترى الأمور طيبة إن شاء الله الجنود العراقيين الذين كانوا في البصرة يقالوا خلاص ترى نحن بيون الصليب الأحمر ويستلمكم ويو سيارات من الصليب فهنا كانت صليب الحمو يو بطلوا من غير ما تدرون فجأة هذا فقط بالأفلام تصير هذا كل ما كانوا متعاونين معكم دروننا يعيين العراقيين دروننا النبيون لماذا لا تصرفوا ودوكم بغداد؟ لا، أنا قلت لك البصرة احتلت احتلت شوارسكوف يحكم تهل الموضوع ما يقدرون يسوون ولا شيء كل ما في البصرة في ذاك الوقت تحت أمرة الأمريكان بما في يوم احنا الـ 1201 عجيب فأخذوكم؟ أخذونا ودونا لكم بس كابر ما يأخذونا طبعا فيه شغلة بس بقولك اياها على موضوع اللهفة على ملذات الحياة يعني لما يا الصليب الأحمر كانوا يابين مياهم سحاحير طماط من المزارع الظهر في البصرة وكذا سحاحير شكبرها بلاستيك فتنقط من فوق والنساف طاخ تحت فيها طماط طماط شيء زين شيء مخمخ فأنا أتذكر يعني لما كليت الطماط في ذاك الوقت كان شيء عظيم كنت أني ماكل الفونسو هذه المنقة يعني أنت قاعد 21 يوم 22 يوم ماكلت شيء فبعدين تعظ شيء يطلع ماي الله وناسه ما هذا الطماطع؟ فهذا ما أنساه هذا المنظر ما أنساه وبعدين طبعا لما ردينا اضطرينا نمشي ومشي شوية على ريولنا بعز البرد في الصحراء الكويتية فشفنا سيارة عسكرية فيها جندية أمريكية وقفت كان تعطينا أكل مجيس للجنود تشيز فيه سوس تشيز فيه بسكوت تشيز في صمونة لازل تحتطيهم إلى اليوم موجودين عندي كم سنة الغزو حين 40 سنة ثلاثة 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 ثم بطبيعته ريلاكس ليس من النوع فكان تأثيره داخل السجن ممتاز على الجميع وكان مرجعنا طبعا حدوه كان يقوم بأعمال إنسانية حتى بالغزو كان يروح ويزور ويحاول فالغريب أنه خدوه خدوه لأنه كان هذا قرار قرار من القيادة العراقية أن أي كويتي ظاهر كان فيه شيء شديد ضمن السن من كذا إلى كذا يبوهم حتى يمكن مثل ما قلت فيصل يفاوضون عليهم تالي ممكن بس ما صار و الله سلمنا أنا مثل ما قلت لك نحن كان يفترض لسنا على وجه الأرض الآن يعني أخذها 2% بس صار اللي صار صدفة تويينة تمام حين بك تشوقنا على كتاب الشيخ عبدالله السالم شوقنا عليه شوي حلو 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 انت قلت لي مساعة شنو اليديد اللي ممكن الواحد يطلعه شنو ممكن الواحد يكتب وكذا أنا من النوع اللي احب اني احافظ على اسمي وانا مو يعني حتى مقالاتي هذي اللي تشوفها اللي ما تتجاوز 300 الى 400 كلمة ادقق فيها واشوفها وما احب طبعا امور الشخصية انا ما اذكر اسامي اشخاص ولا اضغط مو هذا يعني مو هذا كلش مو هذا همي همي اني انا ابي اعيش ابي بلدي الكويت تكون ما ابي اقول احسن بلد بالعالم وكذا بس ابي اعيش مثل الناس الثانين اللي عايشين عيشها زينة ما فيها قلق وابي بلدي يطور يعني ابي انا كل سنة يكون عندي مشروع افتخر فيه وكذا ليش انا يعني ليش انا اقول هذا الكلام لأنه عندنا ارشيف زين فيصل عندنا تاريخ زين من العمل والجد والاجتهاد في احلك الظروف مثل ما قلت لك يعني انه كان في وقت اللي ما كان فيه نفط كان فيه غوص على اللعلو وفيه تجارة وفيه عدد سفن كبيرة وفيه ثروة بشرية يعني وتكاتف اجتماعي وكذا واليوم مع الوفرة النفطية والمال وكذا وكذا فس امورنا شوية ما هي مضبوطة فشنو اليديد اللي انت بتيبه انا الان فيه طور الكتاب الاولى فيه موضوع الكتاب الشيخ عبدالله سالم بعد يعني ما استغرقت فيه قراءة بعض الكتب وانا مستمر في القراءة وانا اكتب اقرأ وانا اكتب اقرأ لمحت انه يعني بعض الخصال اللي عنده الشيخ عبدالله سالم الله يرحمه تحتاج الى شوية تبلوره يعني انك انت تبرزها حق القارئ تقول له ان الشيخ عبدالله سالم تصرف هذا التصرف الموقف الفلاني لانه كان عنده هذي الادوات مع حكمته ونظرته وبصيرته ادى الى نجاة الكويت من خسارة معينة فحطيت فيه احوال او حالات اللي فهمت بعد انك منك قبل اللقاء انك كان عنده اكثر من جبهة فالفكرة انه شنون كان يقدر يدير الجبهات هذه صحيح طبعا انه هو فترة الحكم الله يرحمه كانت من 1850 الى 65 يعني تغربة 15 سنة حلوين حلوين اعتقد ان الكويت محظوظة ان الحاكم في هذه الفترة في ظل الانتقال الى الاستقلال والفورة النفطية والتعمير المدني وكذا صارت في ظل الشيخ عبدالله السالم كشخصية حادئة وحكيمة وسياسية غير يعني ما تؤمن بالعنف تماما يعني فانا اخذت بعض المواقف او الحالات او احداث وقاعد اقرأ فيها واشوف شلون اهو قدر يطلع فيها باقل خسارة بدون الدخول في تفاصيل لعشان لا نحرق اخذت موضوع شلون قدر يطلع من موضوع انه ما ياخذ ماء يشط العرب من العراق عشان لا يصير شيء فرقبته لانه ما كان يثق في النظام العراقي في ذاق الوقت انه هو يستمر في تزويده في الماء بطريقة طبيعية ما كان يبي هذا ما نبي تفاصيل ايه ايه انا ابي اقرب ما تطلع الكتب ابي نية مرتين يتناقش فيه شلون قدر ينجو من الاتحاد الهاشمي في الخمسينات ممتاز كان فيه اتحاد بين الاردن والعراق كان يبون الكويت تدخل عشان نصير احنا البنك ما كنت تدري رفض ان كويت بنك يعني ادري كان يقوم بيسونا الاتحاد بس ما كنت ادري ان هذا كان الاسباب ايه 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 اعردت شلون في كثير من المواقف فالفكرة كلها أن المواقف وشلون التعامل مع المواقف حتى في شغلة ثانية أبو خالد سالفت أنه شلون وقتها كانوا الشيخ صباح لحمد رحمة الله عليه والشيخ جابر لحمد رحمة الله عليه كانوا شباب وقتها وشلون مكنهم وهما شباب أن يأخذون مناصب معينة حساسة ويديرونها أنا حسيت هذه من الأشياء التي أهم الناس لا تريد عنها ترى الناس لا تريد أن وقتها كان شخصاً كان حريصاً على التنشيئ السياسية أيه لا نستقطب من هذا الثمار الذي أسس لنا يا شيخ فهذه من الأشياء التي أعجبت فيها أنه كان يأسس على جميع المراحل من ضمن أيضاً الخصال الذي لديه أنه مفاوض جيد وما يحب أنه يقطع إحبال يعني ما يسكر عليك الباب عجيب يعني أي مشكلة يستمر في التفاوض فيها لما تأخذ حاصلة ويطلع بنجاحات في وثائقي لما استقبل الملك عبد العزيز ملك عليزبين سعود ملك عليزبين سعود ملك عليزبين موجود على يوتيوب راح أتزلكي إن شاء الله موجود على يوتيوب وطحت عليه ممكن شايفيننا خمس تاراف بس شوية وأنا كنت قاعد أراقب سلوك الشيخ عبد الله السالم مثل ما قلت هادي صحي صحي يعني حسيت أنه كان لام من الموضوع نفس وقت تشوف كل الشباب حول وقتها يعني مثل ما ذكرنا صحي أنا قطعتك كنت تقول شيء حسيت أنه قطعتك لا كنت أقول أنه هو ما يحب أنه يقطع الحبال للتحاور يعني مو هذه طريقته هو صدره وسيع ونفسه طويل جدا عجيب عجيب ما كانوا يقصبون على أشياء هما يبونها خصوصا لما يبطلع النقط بشكل تجاري فلعت عيونهم الإنجليز يبونها الحين خلاص يبون يستفيدون حتى كانوا يحاولون يواجهون التعليم يواجهون التعليم وسووا تقارير وكذا وكذا وكانوا طبعا يبون أن هما يعني يكثفون موضوع المستشارين الإنجليز في الإدارة الكويتية وكان يوقف يصدهم عجيب ما يبي هذا سقال ثاني أحس أن إلى أنه طبعا وصل إلى مرحلة أنه أسس مجلس اسمه مجلس الإنشاء الأعلى شنو هذا؟ هذا كان مجلس شبيه يعني شنك اليوم تتكلم عن شنك تتكلم عن مجلس وزراء في شخصيات كل شخصية مسؤولة عن صحة عن كذا 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 فحطهم في مكان واحد على أساس أن هذه الثروتين لهم تنحط لطريقة ميزانية ويتم الصرف فيها كويتين كلهم كلهم كويتين وطبعا في بعض الخبر العرب والأجانب كانوا موجودين على أساس أنه هم اللي يسووا في النهاية ثانوية الشويخ وحطة الشعيبة والشويخ مع التقطير المياه الأمور اللي كلها صارت في الخمسينيات عجيب اللي قامت على أثرها الدولة وأقنعت العالم بأن هذه الدولة تستحق الاستقلال ويجب أن تكون عضو في جامعة دول العربية وعضو في العموم المتحدة بالثلاثة والستقلت واستقلت عجيب فرحنا فرحة في هذا العهد فرحة كبيرة لا توصف هذا العهد يجب أنه يعاد بالدراما بالتوثيق بالتوثيق بالكل شيء بالسينما كلها والله يا فيصل إذا رحت حق بعض الشباب الكويتين ويا كثرهم اليوم في الكويت من اللي عندهم هواية تجميع الوثاق في بيوتهم أنا ذاك اليوم زرت أخوي فهد العبدالجلي عبدالجلي ما شاء الله عليه هذا لازم تزور سردابة وتشوف شوف الانتاج اللي كان يصدر في عهد عبدالله سالم لما تقرأه تقول الله وين قاعدين إحنا إحنا وين قاعدين لذاك الوقت قاعدين في دمشق قاعدين في بغداد وين قاعدين من الانتاج الأدبي وهالدفاتر وهالكتب وهالإصدارات وهالمنشورات وهالصور الجميلة توني راد من فيلشة ترى الويكند الإطافة ايه بيته هناك كان هو ايه توني راد من فيلشة أنا ومريت شفت بيته طبعا طبعا هذه شخصية شخصية أسطورية يعني أنت قلت حتى في المقال نفسها أنت قلت طلعوا الناس من فيلشة ثمنوا أراضيهم عقب الغزل يعني وكان قاعدين صورة فيها واحد قلت لسميت صديق قاعد يقول لي هو يشتغل في المقاولات وكان قاعد يقول لي حرام قاعد يقول لي هذه البيوت الفلشاوية المفروض حتى بلين منيرا قلت لنفس الفكرة التي نطرحها في المقال أنها لا يهدمونها صحيح أنه يحفظون عليها ويعيدون ترتيبها ويجددونها ويتكون مثل ما هي لأنها فيها ثقافة فيها هوية وحتى شفت أنا وزارة الإعلام الشيطة التي كانت هناك موجودة وشفت المسبح الأولمبي الموجود وشفت الريزورت الذي كان موجود قاعد يقول هذا ليش؟ طبعا يعني أقصدنا مثل ما وسألت نفس السؤال الذي أنت قاعد تقوله مفضحنا وضعك بالغزل يكون أفضل صحيح فهذا كنز موجود ما يحتاجون نصل البنية التحتية تقريبا موجودة صحيح بس ما يحتاجون أن يرتبون المكان ستصبح وجهة سياحية داخلية حتى ملازمة أن تكون وجهة سياحية خارجية يعني خلعتني بثقافتنا فقالت لي منيران تهم كاتب عن هالوضوع كنوزي أتحسف على الأشيالي أتحسف على الأشيالي لأنها ترهاي ذاكرة والله يا جماعة ترى الموضوع خطير لما أنت يطلع ولدك صغير لا يعرف شيء عن المكان الذي قاعد فيه لأن كل شيء ينهدم ما يصير يا جماعة والله ما يصير ذاكرة الإنسان يعني هويته يفتخر بره إذا سافر يقولون ما عندك في الكويت قال عندي جدي و جدي و جدي على مجتمع أن هذا صغير بس خلوا هالأشياء تظل يعني جزيرة فيلتشة هذي كنز لا يقدر بثمن عجيب أنا أول مرة أذهب لها إيه بالضبط قاعد تقول لك أصدقائي شيء عجيب بس تشوفها مهملة مهملة بس تشوف أنت قاعد تشوف أنت في الكويت لليوم فريج نموذجي قديم مبني من الطين يروحون للسياح يزورونه هذا خطأ كبير خطأ كبير أنا يعني أقدر طبعا جهود اللي قائمين على المتاحف مثل بيت الإثمان متاحف الكويت الوطني صح جهود اللي قاعد يقوم فيها المجلس الوطني وكذا لكن أكو أشياء موجودة في دول الخليج وايد بخطوات سابقيننا في مثل المواضيع عندهم محياء سكنية في البحرين في قطر قائمة قديمة تم ترميمها سوق واجب في قطر يحكي هذا مو شيء هين نتمنى هذا يكون عندنا يكون نهضة عندنا لأن الكويت يعني ثقافة أهم شيء هو الثقافة والتعليم أنا اللي أشوفهم برأيي المتواضع يمكن أكون خاطر هالشيين هم اللي ممكن يعدون للكويت بريقة بس قيرها ما يكون شيء خوش جملة ننهي فيها حبيبي حسعك على قوة بخالد ما قصرت أنت اللي مشكور وايد استمتعنا معك وأنا أكثر وفيصل ترى على فكرة أنا ما أحب الظهور ويعني مقل جدا ولما أحد يقول لي تعالي أطلع بالتلفزيون كذا أكتئب يومين صراحة بس لأن أنتو شباب يعني الله يحبك حبابين ما أفوت هالفرصة لكم أنتو شخصنا تشرفنا الله ولي هالمنصة الجميلة هذي الله يحب نحاول وما نستغني عن حاولات ممتازة استمر فيها ما نستغني عنك ما نستغني عن أي شيء أنت تشوفه ممكن تفيدنا فيه من صبرتك نحن نبنائي نقدم شيء ثقافي ونصايحك مهمة بالنسبة لنا الله يزاك خير فلا تعرمنا منها شكرا لي اختي منيرا الشنيفة ما قصرت شكورة وإذا الكتاب بيت لكويت في القاهرة قصة نجاح كويتية إن شاء الله شكرا الله يعلمك شكرا الله السلام